السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم كل اخواتي وكل حبيبي وكل محبين وصفات رهيبة مع رشا. عاملين ايه احلى اخوات يا رب دام ان تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهناك. عملنا لكم ملف كامل على القناة اسمه ملف منتجات الصيدلية الرخيصة. فيه كل الحاجات اللي موجودة في الصيدلية رخيصة ومش كده وبس لا وكمان بتكون كفاءتها عالية. الى وطبعا عن ملف فيه كل ما يقص الشعر وملف للبشرة ملف التخسيس ملف التعديلين من المنظفات وملف الافكار وحية المنزلية. فلو انت عايز اي ملف من دول يا امر اكتيبي لي تحت في التعليقات ابعته لك. هنصلي عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونتكلم عن الزيت اللي احنا هنقوله النهاردة. كنا اتكلمنا في الفترة اللي فاتت عن زيوت مص صيدلية. فيه نوع بخمسة جنيه وفيه نوع بستة جنيه. وزيوت رخيصة جدا وتحفة قوي للشعر. الزيت النهاردة اللي احنا هنتكلم عنه يعمر بخمستاشر جنيه فقط لا غير. فطبعا في ظل الغالة اللي احنا فيه ده سعره رهيب جدا. من الكريمات الصفت جدا ومن الكريمات آآ سوري من الزيوت الحلوة جدا ومن الزيوت من الزيوت الصفت جدا ومن الزيوت اللطيفة قوي. طب ليه حلوة يا رشا او انت بتشجعيها لان تحسيها خفيفة كده عافة زيت الججوبة في نفسه كده. الزيوت الخفيفة قوي دي. فطبعا دي اهم ميزة فيه. لان لو انت بتستخدمي نوع زيت تقيل على شعرك هتلاقيه رح ستدلك بصيلات الشعر قدام شوية عمال لك قشرة طبعا كلنا عارفين ان القشرة دي بتمنع او بتحكم بالشعر ان هو يوصل له غزة. فبالتالي شعرك هينشف شعرك هيتساقط. فيبقى انا يا فرحتي استخدمت نوع زيت. قلب معي بنتيجة عكسية هضملي شعري. عامل زيت اللي بقول لك على النهاردة ده صوفتي جبدا جدا يا لوه بالزبط حرفيا بيشبه كده عامل كده زيت الججوبة. تمام? تمام. طيب الزيت دوت اللي بيميزه ان هو معمول بالصبار وطبعا كلنا عارفين ان الصبار من الحاجات الحلوة جدا بتعليق التساقط ومن الحاجات الحلوة جدا اللي بترتب الشعر. موجود منه حجمين. في حجم عبارة عن ميت ملي زيزة صغيرة دي بخمستاشر جنيه. وفي حجم تاني قدها مرتين ده بعشرين. فطبعا الاحسن لما انت تيجي تشتري قلبي اشتري اللي هو ميتين ملي. لان انت يا فقد ضحف بكمية وفرقة خمسة جنيفك. يبقى انت زي ما بقول لك كده الميت ملي بخمستاشر والميتين ملي بعشرين. فالافضل هاتي انت الميتين ملي هيبقى احسن. زي ما احنا متعودين قبل كده زي ما قلتلك يا حبيبة قلبي. لما تيجي تشتري كريمات او زيوت طبعا من الافضل اسألي احسن في محل اللي هو بيع المكياجات او محل المنظفات. بيكون ارخص بكتير جدا من الصيدلية. يعني قد تكون الحاجة عشرة جنيه في محل المنظفات. هتروح الصيدلية هتلاقي بسبا احتاشر وطمنتاشر وانتي اظنني عارفة كده كويس. فطبعا الاول انت اتلاقيه في الصيدليات بس طبعا منين الافضل انك انت تسألي الاول في محل المنظفات. طب اسمه ايه راشد زيت ده بقى? الزيت ده حبيبة قلبي هو زيت بالصبار. طبعا كلنا عارفينه زيت ده من زمان جدا من ايام ما كده ما كنا احنا لسه في ابتدائي ايام ما كانت انغام هي مسكة الاعلام بتاعه بتطلع لو انتو فاكرين بقى الناس الناس اللي الزكرة بتاعتها جويسة فاكرة الاعلام بتاع انغام زمان هي اللي كانت مسكة الزيت بتاع الايفا ده بستخدمه ازاي بتستخدميها حبيبة قلبي كديهان عادل الشعر بعد ما بتخسلي شعرك بتديك نتيجة حيلة جدا. بس طبعا لو انت قديمة معنا على القناة عارفة ان احنا بنمسك الزيت ده بنحط له كده شوية حاجات بتحولوا الاقواصيرا موجودة على المجرد. يعني انا يا رشا لو استخدمتوا كده لو واحد ومش هديني نتيجة لا يا نور عيني هيديك نتيجة حلوة كده مسلا في حدود ستين في المية من النتيجة اللي انت متخيلاها. بس لو انت طبعا عايز نتيجة مية في المية ان احنا بقى نطول ونرطب ونعليج التساقط وحاجة كده مزيكة بمعنى اصح بنحط عليه شوية مكونات تانية وبنحوله الاقواصيرا. طب انا جديدة يا رشا في القناة تحطيها هتلاقي ريحته جميلة برضو ليه لمعة حلوة قوي. آآ وزي مقلت لك من الحاجات الصفت عايزة تستخدمي الاطفال اوكي ما فيش منه مشكلة لاني زي مقلت لك عادي مش اللي هو الزيت التقيل اللي هو لأ هيبهدل شعر الننات او كده لأ لطيف او عامل زي برضو زي بيانا بيشبهني برضو بزيت كده اللي هو خفيف في نفسه. جربوا امراض وكل ما حاجة رخيصة في ظل غلى الاسعار اللي احنا فيه دوت وهتوفى لك ولطيفة سواء لشعرك لأي حاجة هتلاقي نطلحت قلت حيلك. ما تنسيش اللاك يا نور عناية. ولو عايزة ملف الصيدلات تبني تحت تابعته لك عشان تشوف بقية الحاجات الحلوة اختم الفيديو بالصلاة عن البيه محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.